غادر الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلدي مدينة نيويورك في ختام المشاركة الرئاسية بمناقشات الدورة التاسعة والسبعين لجمعيات العامة للأمم المتحدة وخلال المناقشات الأممية الرفيعة وضع الرئيس قادة العالم أمام مجددات الوضع اليمنية ورؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مسار السلام وإنها المعاناة الإنسانية التي صنعت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كما أجرى الرئيس لقاءات ثنائية ونقاشات موسعة حول سبل خفض التصعيد وردع تهديدات الميليشيات الإرهابية